تفتح بين مطالب الناخلون بتخفيف الإجراءات التي وصفها بالقاسية مطالبين بتخفيف القدر الممكن منها الحجر بداية النهاية هو عنوار جريدة أخبار اليوم التي نقلت أهم تدبير الموصى بها من طرف الأخصائيين لهذه المرحلة الثانية من الرفع وتدون عن بركان بقاط عضو اللجنة متابعة تطور فيروس كورونا في الجزائر الكمامة ضرورية لتفادي موجة ثانية من كورونا ومرسوم تنفيذي يوضح عواقب عدم الامتثال لتدابير الوقاية حافلة بسرعة أدنى وسلع بأسعار قصوى هكذا رصدت جريدة الجمهورية أول يوم من أيام رفع الحجر بعد فتح محلات وحركة البناء تدعو لفتح المساجد بالاعتماد على الإجراءات الضرورية عنوان تقرؤونه بجريدة المحرر فتح مساجد أصبح محل تساؤل الجميع أخبار اليوم نقلت تساؤلات المواطنين حول إعادة فتحها أما صحيفة اليوم فجمعت مطالب الجميع تحت عنوان واحد الأئمة والأحزاب يطالبون بفتح المساجد ولو تدريجيا جريدة الشعب توقفت عند اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية ونقلت حرصه الشديد على تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين والتي هي محور عمل الحكومة كما أمر الرئيس بضرورة انهاء دفتر شروط استراد السيارات وغلق الموانئ الجافة التي وصف بأنها تشكل خطرا على الأمن القومي والسيادة الوطنية وهدرا للعملة الصعبة الحياة تضيف تفصيلا آخرا حول هذا الاجتماع في عنوينها الفرعية مفاده أن رئيس الجمهورية شدد على التواصل المباشر مع المواطنين ويجدد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية عودة محكمة الفساد وفصل جديد من فصولها يكشف اليوم الشروق تحدثت عن ملفي الزفت ونفخ العجلات أمام المحكمة اليوم القضية التي يتابع فيها مسؤولون سامون ووزراء من الحكومات السابقة أبرزهم ويحيى وسلال وثلاثة عشر وزيرا إضافة إلى رجال الأعمال علي حداد تحكوت وعلمي الذين يتوجدون حسب الشروق دائما في فم المدفع ومحكمة سيد محمد تفتح اليوم أيضا ملف مراد علمي وإطارات بالقرض الشعبي تضيف جريدة المحور التي أشارت أيضا إلى الأحكم الصادرة في حق كمال شيخ المدعو البوشي وكتبت أربع سنوات حبسا نافذا ضد البوشي ومير بن عكنون السابق في قضية الامتيازات غير المستحقة الجوية الجزائرية تضبط عقارب ساعتها على موعد استيناف الرحلات من جديد وتكشف عن خطتها لذلك التي عرضتها خلال ندوة صحفية من خلال اعتمادها جملة من التدابير الوقائية الخاصة بالركاب قبل أثناء وبعد ركوب طائرات متحدثة عن اقتناء مصاف خاصة بالهواء تضع بطائرات تعمل على تصفية الهواء بنسبة تقارب المئة بالمئة وتكون فعالة في قتل الفيروسات والبكتيريا وهي نفس المصفات التي توجد في قاعات العمليات الجراحية والتي تعمل على تجديد الهواء كل ثلاث دقائق هذه التفاصيل وأخرى تطالعونها بجريدة البلاد وبموقع البلاد تطالعون رئيس الوزراء التونسي يعلن الانتصار على جائحة فيروس كورونا الفخفاخ قال لقد خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج هامة على المستوى الصحي مضيفا أن إمكانية عودة الفيروس مستبعدة مشددا في نفس الوقت على توخي الحذر والأخذ بتدابير الوقاية اللازمة إعفاء البالغين من العمر 25 سنة من آداء الخدمة الوطنية من خلال إصدار عفو شامل وذلك لإنهاء معاناة فئة الشباب المولودين بينه سنة 1990 و 1995 الذين لم يلتحقوا بالصفوف السابقة للخدمة الوطنية ونظرا أيضا للإقبال الكبير على التجند ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي كانت هذه المشاهدين الكرام رسالة بعث بها نائب برلماني لرئيس الجمهورية نقلها موقع الشروق أملان مشاهدين الكرام أترككم مع صور الكاريكاتير سنوان واصل المشاهدين الكرام بالتحليل والنقاش موضوع بعث الحياة الاقتصادية من جديد وتحرير الاقتصاد وموضوع أيضا التأمينات على المخاطر وثقافة التأمين في الناس